بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لحصة أتمرّا من درس الزمن المدة الزمنية نقرأ نص المسألة أكمل ملء الجدولي مستعينا باليومية وأكتب تاريخ ميلاد عائشة الذي يأتي بعد عشرين يوما من تاريخ ميلاد يوسف إذن لدينا تاريخ ميلاد يوسف سنبحث عن تاريخ ميلاد عائشة بعد مرور عشرين يوما إذن نايا معطى أساسي هو عشرون يوما بالنسبة لتاريخ عيد ميلاد يوسف هو واحد وعشرون شهر ثلاثة كما تعلمون في السنة الميلادية إثنى عشر شهرا أولها يناير ثم فبراير ثم مارس الذي هو الشهر الثالث إذن سنقوم برسم يومية ابتداء من 21 شهر ثلاثة إذن كما تلاحظون رسمت جدول يتكون من أعميدة هنا عندنا سبعة أعميدة على حساب عدد أيام الأسبوع على حساب عدد أيام الأسبوع هنا مارس ثم يلي مارس أبريل مارس هو الشهر الثالث وأبريل هو الشهر الرابع سنبدأ من يوم عيد ميلاد يوسف وهو 21 مارس إذن 21 ثم 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 في شهر مارس 31 يوما إذن حينما ينتهي مارس يبدأ أبريل إذن في الخانة المقابلة إذن أبريل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر سلعة سعشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون إذن عيد ميلاد يوسف هو واحد وعشرون مارس شهر ثلاثة سنحسب عشرين يوم ثم نحدد تاريخ عيد ميلاد عائشة سنحسب إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر تمانية عشر تسعة عشر عشرون إذن انتهى المدة الزمنية انتهت في عشر أبريل إذن بعد عشرين يوما يأتي عيد ميلاد عائشة إذن إحدى عشر أبريل إحدى عشر أبريل نكتب ذلك على كي إحدى عشر شهر أربعة الآن ما هي المدة الزمنية الفاصلة بين التاريخين إذن من هنا نستخدم 20 يوما 20 يوما محددة في معطيات الأساسية للمسألة 20 يوما 20 جوغ نرى الحرف الأول من كلمة جوغ الفرنسية 20 جوغ بالنسبة لأتذكر الأسبوع السمين أسبوع واحد يساوي سبعة أيام سنة آني سنة واحدة تساوي 12 شهرا شهر هو موعة بالفرنسية 12 شهرا يساوي سنة يساوي 365 يوما إذن في السنة 365 يوما بالنسبة للساعة ساعة واحدة تساوي 60 دقيقة دقيقة بالفرنسية منوت يوم جوغ واحد يساوي 24 ساعة 24 ساعة في اليوم 24 مهم في الساعة 60 دقيقة وفي اليوم 24 ساعة لو أريد أن نعرف عدد الدقائق في اليوم سنشدها 24 ساعة ونضربها 60 دقيقة سيخرج لنا عدد الدقائق في اليوم إذن إذا كانت ساعة الانطلاق هي الثامنة والربع وساعة الوصول هي الثامنة وخمسة واربعون دقيقة المدة الزمنية المستغرقة إذن من الثامنة والربع إلى ثامنة وخمسة واربعون دقيقة هي هذه المسافة إذن نصف ساعة إلى الشتون عندنا إذا كانت الدائرة تشكل ساعة فإن نصفها هو نصف ساعة إذن دورة كاملة ساعة ونصفها نصف ساعة سواء كانت هكذا أو هكذا هذه نصف ساعة وهذه نصف ساعة هذه نصف ساعة وهذه أيضا نصف ساعة إذن نصف ساعة شكرا ساعة شكرا شكرا